ضعي ليلة واحدة لتبييد وشد الواجه بسرعة في الصباح الكل حيسألك عن السر بشرة مجدودة وبيضاء كالحليب الصافي بجد الوصفة دي معجزة عايزة أقولكو هتصغاركو عشرين سنة بشرة بيضة قولي بقى وادع للتصبغات الجلدية للنمش للحبوب للتجاعد لأن هي هتشد التجاعد وهتخلي بشرتك بيضة كده زي الحليب الصافي وقبياض السلج بجد الوصفة دي هتخليك بيضاء بطريقة غير طبعية صلوا بقى على رسول الله شاركوا الفيديو في البداية على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد وعيد سعيد علينا جميعا ولو أول مرة تشوفوني أنا مامة سولة إسراء فاتحة سكتشن كل اللي احنا هنحتاجه في البداية هي بطط صايا واحدة وبس والبطاط صايا هنا لازم تكوني غسلها كويس جدا لأن احنا هنستخدمها بإشرها طبعا الوصفة دي كمان تنفع للشباب مش بس البنات وطبعا لكبار السن لأن دي بتشد التجاعد كمان يعني لو انت عايزة تحفيز للكولاجين ولو عايز تصغر في السن ولو انت عايزة بشرة ناصعة البيض وده من أول مرة قولي ودعا لكل الكريمات وكل المسقات بجد البطاطس كولاجين طبيعي فتعالوا بقى ما نشوف هنعمل ايه بس تصلوا على الرسول الله وشاركوا الفيديو على قدم ما تقدروا وكتبوا لي في كومنتات بتشوفوني منين جبت بطاط صايا وغسلتها بإشراءها كده وجبت المبشرة وبدأت ان انا أبشرها بالشكل ده طبعا انا هنا اخترت اللي هي العيون بتاعتها الصغيرة علشان تكون مبشرة تماما واعرف ان انا اعصرها كويس جدا فالبطاطسايا اللي معايا انا جايبها كبيرة شوية علشان هنعمل بها حاجتين هبدأ كده الاول ان انا أبشرها لحد ما أبشر 3 اربع البطاطسايا ويتبقى ربع واحد فقط فهبشر بقى بالشكل ده كويس جدا انا عايزة اقول لكم ان انتم يعني بص لو انت عندك تجعيد كتير جدا او انت عندك تجعيد قصما بالله هتختفي وده من اول مرة استخدام يعني ليلة واحدة هتستخدميها وفعلا الكل الصبح هيسألك انت بايدي بيدك ده ازاي ايه سر جمال بشرتك انا هنا طبعا صبت الربع ده واحتفظ به في التلاجة كده اغطيها بكيسة او بقطعة من القطن او الشاش وكل يوم بتاخد الربع ده واحد افضالي كده تمشي بيه على وشك ودي حاجة سهلة جدا اعتمديها طول عمرك ربع البطاطساية ده طبعا بنستخدمها لمدة 3 ايام ونستبدلها بربع تاني او بشريحة تانية ماشيها على وشك ما تستخدميش كريمات ما تستخدميش اي حاجة خالص لمجرد ان انت تماشيها او تماشيها على وشك فاقولوا دعا للتجاعد لان بتحفز الكولاجين نشة طبعية بتتغلغل كده داخل طبقات الجلد كلها فبتخلي بشريتك ناصية البيض نظرة بطريقة غير طبعية تعالوا بقى منكمل الوصفة الاساسية بتاعتنا هنبدأ ان نجيب البشرة هنجيب طبق كده وعاء وحنجيب الصفاية وحنبدأ ناخد البشر تكوني غسلة ايديك كويس جدا وحنبدأ ان احنا نعصرها طبعا انا عصرتها بيدي علشان اغد كل النشة الطبعية والعصرة اللي في البطاطس فما حبتش استخدم المعلقة بيدي هعرف اضغط عليها اكتر ومن الاخر كده مش حسيب فيها ولا نقطة لان بجد احنا بنروح نشتري حاجات غالية جدا وفي النهاية هو الحل بطاطساية عايزة تبقي جميلة هي بطاطساية عايزة مفيش تجعيد بطاطساية مفيش تصبغات جلدية بطاطساية عايزة المناطق الحساسة والغمق في جسمك تكون فتحة جدا استخدمي بطاطساية فبجد ان شاء الله يا رب الوصفة دي هتعجبكم جدا وانا عايزة تكتبوله في الكومنتات وتتفعله معايا انتو بتشوفوني منين ولايك بقى وتشاركوا الفيديو علشان كل البنات والشباب يستفادهم لان ازاي ما قلتلكم تصرب في بطاطساية واحدة وبس طبعا عصرتها كويس قوي لحد ما البطاطس بقت نشفة تماما وخدت النشا شايفين النشا عاملة ازاي حاجة طبيعية بطريقة رهيبة بصوا كولوجين طبيعي بجد يا جماعة المصدر الاساسي ليه تفتيح البشرة واني انت يبقى عندك كولوجين كده ويبقى في نظارة في بشريتك وما فيش تجعيد هو البطاطس النشا اللي بناخدها من البطاطس بصي نقطة واحدة منها على بشريتك معجزة انا لو قعدت اعمل وصفات كتير وانا بشتغل لا هقولك مليون حاجة ده انت كمان ممكن المياه دي تشيليها كده في التلاجة وكل يوم تاخدي نقطتين على وشك المناطق الحساسة المناطق الغمئة هتدعي لي هاتي بقى كوباية وتعالوا منشوف وصفتنا بس ما تبخلوش علي باللايك وان انت تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفق خدتم اعلاقة من النشا الطبيعية في كوباية كده هنعمل مع بعض حاجة كده اول مرة هتشوفوها معايا انا وبس زي ما عودتكم على الوصفات الجديدة بافكار جديدة ولكن هتدعولي عليها شباب وبنائك جبت ربع كوباية من المياه الدافئة ما تستخدميش مياه سخنة لا دافئة فترة كده زي دمعة العين حاجة فترة جدا يعني مش لا هي لا سخنة ولا حتى دافئة لا فترة وجبت ربع كوباية من اللبن برضو اللي هو الدافئ اللي هو يعني ايه بدرجة حرارة الغرفة السورية يعني بصوا يعني زي دمعة العين كده تمام يبقى معلقة من نشا البطاطس الطبيعية كوباية لربع من المياه ويعني ربع كوباية من الحليب اللبن وقلبت بقى النشا مع المياه مع اللبن بصوا بعمل معاكو حاجة بجد ان شاء الله ولو انت بقى عروسة كمان فان شاء الله مش هتبطلوا تدعولي عليها حاجة طبيعية بمكونات طبيعية جدا جدا ولكن هتشوفوا نفسكم دلوقتي النتيجة في الفيديو جبت بقى ربع كوباية برضو بدرجة حرارة الغرفة من اللبن وحبدأ اضيفها كده لانشا بتاعتنا وصفة النهاردة يعني اجمل حاجة فيها انها مكونات طبيعية جدا جدا هتديكم نتيجة يعني يمكن اكتر من اللي انا بوصفها في الفيديو اكتر من الاول مقطع شفتوه في الفيديو كمان قلبت النشا مع اللبن والنشا طبعا الطبيعية بتاعت البطاطس كأن انت عاملة فيلتر كده كأن انت حقنا بوتكس كأنك عاملة فيلر بجد بيدي نظارة كأن انت حقنا ابر نظارة وبيديكي بشرة كده عارفة لون القطن كأن هي بشرة قطنية اصلا فحفظة لقل بيدي ايه مع اللبن مع نشا البطاطس لحد ما يدوب تماما ويبقى القوام كريمي كده ما فيش تكتلات نهائيا اهم حاجة يا حبيبي ان ما يبقاش فيه اي تكتلات صلوا على الرسول الله الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين شاركوا الفيديو رجاء على قد ما تقدروا علشان الكل يستفادوا ده اللي انا طلبة منكم هنا انا اتعمت ان انا اجيب لكم الكيسة بتاعت الشفان لان فيه ناس كتير بتقولي الشفان غالي لا الكيسة دي كلها ويمكن كان اكتر بعشرة جنيه يعني انا كنت مالية الكيسة انا استخدمت منها كتير طبعا فالكمية في الكيسة دي ممكن بخمسة جنيه يعني الشفان بيباع رخز جدا عند العطارين يمكن ارخص من الدقيق العادي تمام ده بيبقى شكل الشفان لشان الناس كتير قالوا لي استراء الشفان هو ده شكل الشفان وده اللي احنا بنستخدمه في الوجبات الهلسي الوجبات الصحية وفي صناعة الخبز الهلسي تمام فإحنا هنستخدم بقى معلقتين من الشفان وهطحنهم كويس أو بالمطحنة لحد ما يبقى دقيق ناعم كده هو ده بقى دقيق الشفان شفتوا الوصفة سهلة سالسة مكونات طبيعية ولكن لأول مرة هتشوفيها ولكن قم بلا يا جماعة في التفتيح إيه ده وفي كده هقلب بقى الشفان استخدمت معلقتين كده وممكن تزودي أنا هستخدم معلقة كمان من قتر جمال الوصفة فقررت أعمل بها كمان جسمي لإنه زي ما قلتلك دي للواجهة الرقبة الجسم بالكامل الجسم بلا استثناء حتى قعوب الرجل بجد حتى كفوف الإيد بلا استثناء يعني يمكن دي الوصفة الوحيدة أو يعني يمكن من أكثر الوصفات اللي ما ضيفناش لها أي حاجة تجرح البشرة فعلشان كده بقولك هتستخدميها الوشك والجسمك للجسم بالكامل والوش وكل حاجة آمنة جدا جدا والنتيجة إيه ده خزع بالية بجد النتيجة رهيبة قلبت كويس أو الشفان مع كل المكونات بتاعتنا وحب ده أضيف معلقة صغيرة من الخميرة الفورية اليابسة ما تستخدميش الخميرة الطرية استخدمي اليابسة عشان الناس اللي بقولوا خميرة بتعمل دود لا استخدمي الخميرة اليابسة ما تستخدميش الخميرة الي هي الطرية ويحد تقلي بيها مجرد ان انت تقلي بيها مع الشفان مع كل المكونات لأن كمان الشفان بيساعد على اختمار الخميرة بسرعة فحنقلب كويس أوي بالشكل ده تعالوا بقى ما اقول لكم ازاي نستخدمها صحة وازاي ناخد بصه وشكل الكناع عامل ازاي أصلا لا هو بيتكلم عن نفسه بس تصالوا على رسول الله شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا كمان لو انت شابل بتشوفوا الفيديو شاركوا علشان الكل يستفادوا جزاك الله كل خير وتعالى ما اقول لكم نستخدمها ازاي أول حاجة التونر اللي احنا عملناه الجميل اللي اتعمل بالمية الفترة واللبن والنشاة الطبيعية بتاعت البطاطس كوباية دي بيتم حفظها جوه التلاجة لحد ما تخلص تخدميها بقى خلصت في شهر في اتنين في عشرين يوم في عشر أيام على حسب استخدامك انا كاسراء بستخدمها بشكل يومي بتجيب قطعة من القطن كل يوم يقابل النوم يقابل ما تسح زي ما تحبي ويتاخدي الجمال ده انت اصلا كل ما هتاخدي هتاخدي وتحتي اكتر لان البشرة بتشربها بطريقة بتمتصها كده هتحس هتحس بنعومة هتحس بترتيب هتمشي بها على وشك على رقابتك على أي مكان في جسمك في بقى عداكنة نركز قوي في تصبغات جلدية في نمش في تجعيد عايزة تفتحي من الآخر هتاخدي كده بالقطنة طبعا من مناطق الحساسة زي الاندرارم والبكين الجسم بالكامل والرقبة كل الجسم وهتمشي كده بالقطنة وتسبيدي تنو والجسم بيشربه بصي أنا عمالة حط على ايدي وبتشربه الجلد بيمتصه تمام ما بتغسليش جسمك بعدها بجد حلو جدا جدا تعالوا بقى امقولكو ازاي الكنع نستخدمه ولكن التونر ده لو استخدمتيه بشكل يومي بشريتك هتبقى زي القطنة زي بياض التلج زي الاشتبوس شكل ايدي والله العظيم بيدي نعومة وتفتيح ونضارة وعايزة اقولك كمان مع الوقت بيقشر تأشير طبيعي لطبقات الجلد الميتة والصمرة ده بسبب النشا كمان فبجد كمان بيساعد على تأخير علامات الشيخ وخا مهما تجبري انت الصغيرة اما بالنسبة للكنع وده بقى انا مش بسميه كنع انا بسميه دهب بصوا بجد انا بسميه دهب من جماله حلوته فانا قررت اسميه دهب بتستخدميه ازاي بتفرديه على وشك وعلى الجسم بالكامل بالانضر ارمو والبكيني والرقبة والرجل والايد واللكواع والركب بتفرديه بصي اصلا شكله عامل ازاي ملمسو كريمي اه لا حلو حلو جدا هتفرديه وما تنسيش يا حبيبة قلبي تصلي على رسول الله وانت كمان وتشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا رجاءا بجد من جمال الوصفة حبا ان الكل يستفاد وجزاك الله كل خير اه بنفرده وبنسيبه نص ساعة بصي اصلا مش من المسكات اللي هي بتقع بسرعة لا مسك كده بيد زي طبقة فيها حليب اللي هو اللون الابيض فبنسيبه نص ساعة تلت ساعة بصي بصي لما بشيله بصي شكل ايدي نوعية المسكات دي بتدي ترتيب رهيب للبشرة على فكرة بعد نص ساعة هتفرقيه في حرقات دقرية واخسيلي وشك وجسمك وما تبصيش في المراية من اول ثانية لان بجد لو بصيتي هتحس ان انت شايفة واحدة تانية قصما بالله انا عملته وبص في المراية لقيت بشرتي امر بجد توريد تفتيح بيدة زي التلج زي الحليب الصافي بشرة صافية بصي شكل ايدي هتنوري في الضلمة بجد اعملوه عايزة اقولك بيفتح المناطق الحساسة واي منطقة في الجسم اللي كوع والرقب والاندرارم والبكيني تلت اربع درجات النعومة بقى فائقة ترتيب زلل كل طبقات السمرة للغمقان اللي في الجسم عايزة اقولك بقى هيشد التجعيد شد لان ده في نسبة كولاجين يعني بصت هيحفز الكولاجين في بشرتك هيخلي بشرتك مليانة بالكولاجين بنسبة 99% حتى لو عمرك فوق الستين يعني هيشد التجعيد هيفتح بشرتك هينقي بشرتك كان انت عامل فلتر هيصغارك 20 سنة بجد هيخلي بشرتك بيدة زي الحليم